أهلا بك. لكن الحديث الأبرز على مستوى الاقتصاد. على مستوى أيضا الناحية الاجتماعية والسياسية. وضع الجنيه. لماذا هذا؟ كل يوم نطالع هذه الأخبار فيما يتعلق بهذا التراجع لمستويات الجنيه. وهل هذا أيضا من ضمن الأسباب التي تخلي الناس إلى حد ما يعودوا للتداول في سوق الأسهم؟ تحوطا من تراجع العملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل هذا يمكن الحدث الأبرز في الوقت الحالي. وحديدا من الأسبوع الماضي البنك المركزي يتخذ سياسة لضبط إيقاع السوق. ويعني تقليل الفجوة ما بين أسعار السوق الرسمية والأسعار السوق الموازية. يعني على اعتبار أننا دخلين على مؤتمر مارس الاقتصادي. وليس من المنطقي أن يكون هناك سعرين للدولار. في ظل المفروض أننا نشجع حجم الاستثمارات اللي جاية. كم الفرق بين السعرين؟ كم الفرق بين السعرين؟ السؤال الثاني بعد إيه؟ الفوارق بين السعرين. بين السعر الرسمي والسعر الموازي. السوق بس مش واضح. يمكن أن تكمل الفكرة. أتفضل أستاذ إيهب. عم تسمعنا؟ يعني هي زي ما قلت حياتك ببساطة أن السعر الموازي الأسعار في السوق السوداء بتفرق تقريبا عن الأسعار الموازية يمكن بحوالي 60 أرش أو 70 أرش. فكان المفروض أن قبل المؤتمر الاقتصادي يكون هناك تقليل لهذه الجاب. لأن الاستثمارات الخارجية لما حتيجي حيحصل نوع من الأزمة. لأنها المفروض أن هي بتحول به الأسعار الرسمية. فلو حصل تحقيق أرباح أو ما شابه وحب هذا المستثمر أنه يخرج ويحول أمواله مرة تانية. حيبه هناك أزمة في تحويل الأموال نتيجة أنه ساعتها سيأخذ بالسوق السوداء. فأي مستثمر في الدنيا مش المنطقي أنه يرحب بوجود سعرين لأسعار الصرف. دي من ناحية أما من ناحية أخرى ومن ناحية هذا التأثير وأثره على أداء السوق. زي ما حيك عارفة أن تراجع قيمة العملة دائما ما بيصب فيه تراجع سلع هذه الدولة. زي ما الصين بتعمل مثلا وتحاول تقلل من سعر عملتها. السلع دي من ضمنها الأسهم اللي موجودة في سوق الأوراق المالية. وبالتالي على طول بيحصل نوع من التعديل ما بين الأسعار وما بين حركة سعر العملة. هنا بيحصل نوع من الإقبال من جانب المستثمرين على اعتبار أن البورصة بتتعامل مع التوقعات المستقبلية. وبالتالي من المتوقع أن مع وجود هذه الاستثمارات أو أنها تيجي خلال الفترة اللي جاية. البعض بيحاول يعمل عمليات شراء استباقية لاستغلال الاستثمارات دي في تحقيق أرباح سريعة. مع بداية مؤتمر مارس بإذن الله. ما هو واضح أن هذا المؤتمر؟ هل تسمعني حاليا سيد إيهاب؟ هل تسمعني؟ لنتحدث عن هذه الاستثمارات. سيد إيهاب هل تسمعني؟ نعم. لنذهب إلى بعض الأخبار ومن ثم نعود إلى السيد إيهاب حيث تحولت شركة القومية للإسمنت التابعة للقابدة للصناعات الكيموية للخسائر. مسجلة خسارة صافية خلال نصف الأول من العام المالي 2014-2015 بنحو 228 مليون جنيه. مقارنة بصافي ربح وصل إلى 19 مليون جنيه في الفترة ذاتها من 2013-2014. وكانت مؤشرات نتائج أعمال الشركة كشفت عن تحقيقها أو عن تكبودها لخسائر في الربع الأول من العام الحالي. إذن هذا بالنسبة لوضع السهم الذي أشار بطبيعة الحوال إلى نوع من الارتفاعات الطفيفة. نعود إليك سيد إيهاب. وباعتبار أنه في سيطرة للتوقعات على مثل هذا المؤتمر. المؤتمر الاستثمار في مصر. ما هو المعول على هذا المؤتمر؟ بطبيعة الحال. برأيكم أين ستتجه الاستثمارات بشكل رئيسي كأولويات لها؟ أين ستذهب في أي قطاعات في مصر؟ أعتقد أن هذه مسألة صعبة تحددها من دلوقتي. لأن المشاريع لم يتم ترحها بشكل كامل من الحكومة. أو فرص الاستثمار بشكل عام لم تتضح حتى الآن من قبل الحكومة. لكن أعتقد أنها ليس ستخرج عن قطاع الطاقة. وممكن أن نلاقي بعض المشاريع في القطاع العقاري. على الاعتبار أنه دائماً القطاع العقاري هو الذي يكون بادئ لهذه النوعية من الاستثمارات. زي ما شفنا في 2003 أو 2004 كانت بداية الانطلاقة بمشاريع كبيرة في هذا القطاع. وبالتبعية ده يعود فيما بعد بالإجاب على غالبية القطاعات الأخرى. وعلشان كده حتى زي ما احنا شايفين أن القطاع بيحقق في البرصة ارتفاعات قوية جداً على مدار الفترة القصيرة الماضية. صحيحة إحنا شايفين أن القطاع أقل من قيمه. تبقى للتسعير الحالي لقيم الأصول التي تمتلكها هذه الشركات. لكن ده مش برضه السبب الرئيسي في الارتفاع الذي حصل. أخيراً خلال الكام يوم اللي فاته. واللي كان راجع بشكل أساسي كمان لمسألة فارق قيمة العملة ما بين الجنيه وما بين الدولار. نعم. طيب لنتحدث أيضاً على وضع أيضاً الفرص. يعني يقال أنه هناك اقتناص الفرص قوي في السوق المصرية. يعني لاحظناها على سبيل المثال. يعني وليس الحصر بالنسبة لبلترون. هل برأيك السوق المصرية ستكون محط أنظار في هذه الفترة تحديداً للكثير من الصفقات. ربما التي تأتي عن طريق شراء أسهم من خلال البورصة؟ يعني ما فيه شك طبعاً أن الاستثمار في مصر في الوقت الحالي أعتقد أفضل أو أكثر جاذبية مما كان عليه في ثلاث سنين فاته. يعني على الأقل أننا بدأنا نوضع الخريطة الاستثمارية مرة تانية بعد الاستقرار الأمني. اللي بدأت تشهده البلاد حتى يعني وإن حدثت بعض القلائل هنا أو هناك. ولكن بشكل عام طبعاً الأمر يختلف تماماً عما كان عليه من ثلاث سنين فاته. أعتقد أن يعني لو كان حيك تقصدي بالذات الحصة التي تم بيعها في شركة بلتون للشيخ خالد بن زايد. يعني أتصور أن القطاع نفسه واعد جداً خلال الفترة القادمة لأنه بما أننا متفائلين بوضع السوق بشكل عام والبورصة بشكل عام. يمدى بما لا يدع مجالاً للشك حيكون فيه ارتفاع في قيم وحجام التعاملات. وده دائماً ما بيعود بالإجابة على شركات خدمات المالية أو هذا القطاع تحديداً. بالإضافة إلى أن القطاع نفسه من ضمن القطاعات اللي بنقول عليها الليدينج سيكتورز اللي هي بتقود حركة الأسواق دائماً. واللي بتشعر أكتر أو عندها حساسية أكتر من أسعار الفايدة ومن الاتجاه اللي بتاخده البنوك المركزية اللي هو فيه نوع من التوسيع للسياسة الاقتمانية. وبالتالي القطاع ده من المتوقع بالفعل أنه مع زيادة نشاط سوق الأوراق المالية أنه يحقق ارتفاعات قوية جداً ويعود عليه بالإيجاب. ويعني زي ما شفنا في 2003 أو 2004 ما كانش فيه هذا القطاع ما كانش فيه شركات كتيرة. يمكن هي كانت المجموعة المالية هرمس فقط وحققت ارتفاعات قياسية في هذه الفترة واستفادت من قيم التعاملات الكبيرة اللي كانت موجودة. أعتقد أن القطاع طبعاً فيما بعد إن شاء الله نجاح المؤتمر حيكون من ضمن القطاعات القوية جداً اللي لها أداة واعد في البورصة المصرية بإذن الله. أشكرك سيد إيهاب سعيد مدير قسم البحوث بشركة أصول لتدعو الأوراق على كل هذه المعلومات.